كريستال ميث أو المثيل البلوري يغزو المجتمع العراقي بدعم وحماية من ميليشيات الحشد بهذه الكلمات تلخص صحيفة نيويورك تايمز ظاهرة انتشار المخدرات في العراق حيث تنتشر أخطر الأنواع مثل المثيل البلوري الذي يعرف شعبيا بالكريستال تنقل نيويورك تايمز عن قائم مقام قضاء الزبير في البصرة عباس ماهر السعيدي إن تجار الكريستال في البصرة لا تقوى السلطات الحكومية على مواجهتهم إذ بات هؤلاء التجار يمتلكون طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة حديثة لتسهيل عملهم أما قانونيا وأمنيا فتتكفل الميليشيات بحمايتهم وتوفير الحصانة لهم ووفقا لمسؤولين في الشرطة الحكومية فقد بدأت المخدرات تزرع وتصنع في مخابئ سرية في العراق لتروج وتباع في أوصات الشباب الذين سرعان ما يصبحون ضحايا للإدمان ولأن القوات الحكومية لا تستطيع التعامل بحرفية مع مشكلة جديدة على المجتمع تلجأ لملء السجون بالمعتقلين الذين يتراوحون ما بين متعاط ومروج وتاجر معظمهم عاطلون عن العمل دفعتهم نار البضالة للوقوع في المحظور العديد من المعتقلين في السجون بسبب تعاطي المخدرات يقولون إن فصائل في ميليشيا الحشد تعمل مع تجار المخدرات أما التجار الأقوى نفوذا فهم أولئك المرتبطون بإيران ومعظمهم لا يمكن اعتقالهم ومن يعتقل منهم فإن الميليشيات تخرجه من السجن تؤكد نيويورك تايمز أن مادة الكريستال هي أخطر مادة مخدرة تستخدم في العراق حاليا وهي منتشرة أيضا في صفوف الميليشيات ومنها ميليشيا الحشد وبعد أن كان العراق شبه خال من المخدرات قبل عام 2003 يتنامى فيه الإدمان اليوم كالنار في الهشيم وهو دليل آخر بحسب نيويورك تايمز على كيفية تصدع النظام الاجتماعي في السنوات التي تلت الغزو الأمريكي للبلاد